الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إحدى ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الله مصل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم يا معلم آدم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أما بعد مرحبا بي وبكم في صحبة عارف من العارفين من أهل الله عز وجل سيد ابن عطاء الله السكندري أو إسكندري أو إسكندراني الكل يصح قدس الله سره ومع كتابه الحكم الذي أوضح فيه الطريق أوضح فيه طريق العارفين والموحدين والسالكين المتجردين وإن كنت عاجزا على استفاء ما في الكتاب من جواهر وضرر وما تضمنه كذلك من لباب اللباب لأن كلام الأولياء قائم على أسرار مصونة وحكام مكنونة لا يعرفها ولا يكشفها إلا هم ولا تتضح حقائقها إلا بالتلقي عنهم وكتاب الحكم العطائية ضم مواهب لدنية وأسرارا ربانية نتقت بها أفكار قدوسية وأسرار جبروثية احتقال العلماء لو صح أن يصلى بغير الفاتحة لا جاز بهذه الحكم ويروى أيضا لو صحت صلاة بغير كلام الله تعالى لا صحت بكلام هذا الرجل انتبهوا قال لو صحت فقال اعترض بعضهم على هذا الكلام ورأوه تقديسا وتشبيها بالقرآن وهذا غير صحيح فلو افتراضية وامتناعية تدخل على الجملتين فتفيد نفيهما معا تفيد نفي الشرط والجواب لو جئت لأكرمتك لم تجئ ولم تكرم وقد ذكر لها الإمام الزواوي رحمه الله تعالى خمسة أوجهين والغالب من أوجهها الخمسة أنها حرف شرطين غير جازمين تفيد التعليق في الماضي واحتى إن دخلت على المضارع لفظة أولى بالماضي والإمام ابن هشامين زاد وجها سادسة أنها للتقليل قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره لهذا قال الإمام الزواوي رحمه الله تعالى وابن هشام زاد للتقليل ومن مباحثها وحقائقها أنها إذا دخلت لو على النفي تصيره مثبثها وإذا دخلت على الإثبات تصيره نفيا نعود إلى الحكم العطائية التي اهتم بها العلماء شرحا وبيانا وتدريسا ومضارسة ونظمة فحظيت بعناية فائقة وفائقيتها ترجع إلى موضوعها إلى بيانها فقد جمعت إلى الإيجاز الامتياز وهما شرط الحكمة عند أرباب البلاغة يتكلمون عن الإيجاز وهو كمال في اللفظ بشرطه البياني ويتكلمون عن الامتياز عن مضامنها التي وصلت إلى مرتبة عظيمة فهي حائزة لما جعلت له هذه الحكم والحكم عند الإمام العالي في سيد من عطاء الله السكندري هي أخص من المدلول الأدبي فهي حكم تتعلق بموضوع التزكية حصرا صاغها صاحبها ومصنفها من ذوب فؤاده وجملها من صور البياني وأساليب البديعي ليوصلها إلى الأعماق وربما إن تيسر الوقت وبارك الله تعالى في العمر نتكلم في محاضرة خاصة عن بيانها وعن فصاحتها فقد رزق صاحبها بهذه الحكم رزق صاحبها شهرة عظيمة في سماء البيان والفصاحة من خلال عبارات دقيقة ورقيقة تقطر حسنا وبلاغا هي من مشكات القرآن والسنة إذا تيسر بإذن الله تعالى أبين الصور البيانية التي تضمنتها الحكم من تشبيه واستعارة وكناية نعم فالرجل يغرف من معين القرآن والسنة وإنما نقول هذا وأشير إليه لأن التصور البياني له تأثير في توضيح المعنى وفي بيان المقصود وإبراز كذلك للمعاني وللمقاصد في ثوب حسي وكذلك للغيبي في صورة مشاهدة فأتت حكمه في أبهى حلة وافقت فيها الألفاظ المعانية ولا غربة في ذلك فالإمام سيد بن عطاء الله قدس الله سر بالإضافة إلى جمعه بين الشريعة والحقيقة فقد كان أعجوبة زمانه ونخبة عصره وأوانه كان صاحب موهبة شعرية وهذه الموهبة ساعدته أن يصوغ الحكم بعبارات أصبحت زادا للسالكين وللموحدين وللمؤمنين الذين يريدون أن يسلكوا الطريق إلى الله تعالى يقول الإمام بن عباد من أفضل ما صنف في علم التوحيد وأجل ما اعتمده بالتفهم والتحفظ كل سالك ومريد ولذلك لما عرض الإمام بن عطاء له السكندري رحمه الله تعالى الحكم على شيخه أبي العباس المرسي تأملها ونظر فيها ثم قال لقد أتيت يا بني أتيت في هذه الكراسة بمقاصد الإحياء وزيادة على كلين سيدي الإمام بن عطاء الله نفعنا الله تعالى بمحبته وبعلومه تميز أسلوبه في هذه الحكم بالفصاحة والبلاغة والدقة والبراعة وبحسن الصياغة وجميل العبارة مع الإجاز الجامع والاختصار النافع والتصوير الدقيق الرائع وعندما نتكلم عن الإجاز أقصد به ما يكون بإضاح المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ وهو الذي يكون بما زاد معناه عن لفظه هو إجاز القصر عند البلاغيين وهذا قسم عسير وصعب يحتاج إلى تأمل وطول فكرة لأنه صعب كما قلنا ولخفاء ما يستدل عليه ولا يستنبث ذلك إلا من رست قدمه في علم البيان وصار له سليقة وملكة كما قال الإمام ابن الأثير كقوله مثلا رحمه الله العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان فعطية الخلق حرمان لك على التحقيق لما في ذلك من رؤيتك لغير الله عز وجل ولوقوفك مع حظوذك وشهواتك ومنع الله تعالى لك إحسان لأنه ألزمك أن تقف ببابه وعفاك من وجود حجابه إلى آخر ما ذكره الشرعة كما استعمل الاقتباس استعمل سيدي بن عطاء الله السكندري الاقتباس من الكتاب والسنة واستعمل التصوير الضقيق أقصد التصوير البيانية من تشبيه واستعارة وكناية كما قلنا كما أن الحكم قامت على السجع والتوازن مع صفاء العبارة ورقتها ومع البعد عن التكلف كل هذا يجعل الأمر صعبا على مثل عي اللسان ليقرب كلام القوم الذي استقر بهم الآمال عند قول الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى فليس دون الله منتهى للمسلم والمسلمة إن إليه المنتهى في الأسباب والعلم وإليه المنتهى في الحكم والتصريف وإليه المنتهى في الغايات والمقاصد وهؤلاء العارفون حققوا هذا المنتهى حققوا الشهادة كما حققوها إيمانا واعتقادا فسلكوا طريق الله تعالى وساروا في المقامات مبتدئين بالتوبة الخالصة النصوح تتفجر في قلوبهم أنوار الأحوال تتدرج بهم من مقام إلى مقام ومن منزلة سامية إلى منزلة أسمى ومن مقام شريف إلى مقام أشرف فكان منهم الصدق والمحذث ودنورين وباب المدينة العلمي وكان منهم من قيل له عرفت فلزم وكلما مكنهم الله تعالى في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وكلما رفعهم الله تعالى ازدادوا له تواضعا وخشية فدانت لهم الدنيا سيطرة وامتلاكا لأنهم دانوا لله تعالى خضوعا وطاعة وباب الله تعالى مفتوح لم يضق يوما بطارق ورحمته وسعت كل شيء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم محاور الحكم العطائية موضوع لقائنا موضوع مدارستنا قال أهل العلم الحكم العطائية تدور وترجع إلى موضوع الوجود الحق موضوع المعرفة وموضوع النفس البشرية الإنسانية التي ورد تزكيتها بهذه المعرفة لتصل إلى مقام أحدية الشهود وجودا فالنفس البشرية محور التزكية والوجود الحق مجال الشهود والمعرفة هي عنوان الوصول وعبرها تصل النفس البشرية إلى مقام شهود أحدية الله عز وجل تحققا بالوجود الأكمل وشهودا لفناء سواه فالحكم في حقيقتها وفي موضوعها قبس من هدي القرآن والسنة صاغها صاحبها كما قلنا بأعذب لفظ وأوجزه وعرضها في أرق صورة وأبهى حلة حتى شغل بها السالكون والواصلون والباحثون واجتهد العلماء والعارفون اجتهدوا قديما وحذيثا في شرحها ونظمها وتدريسها وهذا موضوع آخر يحتاج إلى وقت لبيانه الشيخ رحمه الله حاول كما سيأتي بإذن الله تعالى في فصوله الأولى أن يضع معالم للمتوجهين تكون باعثة على السير ومهيجة له وذلك لأن معرفة الله تعالى تبدأ بالشعور بالفرح به عز وجل ربا خالقا وبالأنس بجماله عز وجل إله رحيم فيمتلئ القلب شوقا إلى الله تعالى ثم تنشط الجوارح للسير إلى بابه الكريم وإلى العروج إلى رضاه عبر مدارج السالكين ومنازل السائرين فالإنسان فالإنسان يجد حينها الأنس كل الأنس كلما ازداد معرفة بالله تعالى والمعرفة طريق لا تنتهي إشراقاتها إلا بلقاء الله عز وجل حيث ينكشف سير السير إلى الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ترى هناك بعين اليقين حقيقة الوجود الدنيوي من خلال وجودك الأخروي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إن المعرفة تملأ قلبك أنسا بالله عز وجل ثم أنسا بالحياة وأنسا بالكون وأنسا بالموت نعم أنسا بالموت الذي ترى فيه موعدا جميلا للقاء جميل مع رب جميل شرح الحكم يقررون أن محاورها خمسة أولا منازل السائرين ثانيا آداب السلوك ثالثا نهج المجاهدة رابعا أصول التزكية خامسا خصائص المعرفة الشهودية ولخصت هذه المحاور لخصت في ثلاثة في المعرفة في الوجود وفي النفس البشرية التي هي موضوع المجاهدة المعرفة فيها ابتداء وانتهاء نبدأ بالمجاهدة لنصل إلى المشاهدة أما الوجود فيقصدون به الوجود الحق والذي سواه باطل المصنف رحمه الله تعالى كان يجعلها على مجالس في خمس وعشرين مجلس كما قرر ذلك شارحوه فيقول قال رضي الله عنه في مجلس كذا كما في نساخين خطية الشيخ المتقي الهندي صاحب كنز العمال رتبها على مواضع بدأها بباب العلم ثم التوبة ثم الإخلاص إلى المناجهة وهذا وإن كان مفيدا لكنه خالف منهج سيد بن عطاء الله السكندري فترتيب الحكم مقصود قالوا أول الحكم مرتبط بالأخير من قوله فكل مسألة منه تكمل ما قبلها وتوطئ لما بعدها وكل باب منه كالشرح للذي قبله والذي قبله أيضا كأنه شرح له فكل حكمة إنما هي كالتكملة أو كالمقدمة فأوسطها طرفها وآخرها ممتداها وأولها منتهاها الشيخ العلام سيد بحيوي حافظه الله تعالى قسمها ضرورة بسبب الوقت الذي حدد له في دورة تعليمية قسمها إلى أبواب بعدد المجالس المذكورة وتحت كل باب نظم جملة من هذه الحكم فيضع للباب عنوانا سماه بالترجمة ثم يترجم ثم ينظم رؤوس الحكم وما يدل عليها ويربط ما بينها من مناسبات ثم يستجد بعد ذلك بالنصوص الشرعية إذا اقتضى الأمر كذلك ثم يجمع ويسند التراجم إلى بعضها ويردها إلى المحاور الخمسة المذكورة قبل قليل طيب السائر في طريق الله عز وجل قد يمره بغفلة أو بتقصير ثم ينتبه وعلى قدر انتباهه يبدأ التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وبقدر ما يكون صادقا في توجهه إلى الله تعالى فهو إلى خير بإذن الله عز وجل إذن الخطوة الأولى تكون في قسم البدايات عند أهل الله تعالى وهي ما تسمى عندهم باليقظة إذن أول مسألة وأول خطوة في سلوك طريق الله عز وجل عند السالكين وعند العارفين في قسم البدايات تكون باليقظة فخطاب الميت أو خطاب النائم لا فائدة فيه نسميه أهل الأصور بخطاب المحال فتصحيح البدايات يؤذن بتصحيح النهايات فأول شيء عندهم اليقظة فإذا لم تتيقد وبقيت الدنيا جالسة في قلبك ومتربعة على عرشه فلا فائدة في الكلام قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة انتبهوا قال أن تقوم لله أن تقوم لله عملا وأنت السيقذ من غفلتك والتي فيها إعراض بالقلب عن الله تعالى أن تقوم لله من أجل الله لا من أجل غيره لما كان الأمر كذلك وكان السائر إلى الله تعالى يحتاج إلى التوجيهات من همنا قام سيدي العلامة ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره في فصوله الستة الأولى بوضع معالم وتوجيهات تكون باعثة على السير ومهيجة له عما تحدت وما هي المواضيع التي تكلم عنها وما هي هذه المهيجات وما هي هذه الفصول نترك ذلك إلى المجلس المقبل بعون الله تعالى والله يقول الحق وهي للسبيل والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة